موسيقى موسيقى وواقعي يمكن أن لا أصبحنا بعالم الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي وعالم اليوتيوب فيها نوعا ما دعنا نقول مش حقيقة يعني عم نشوف الناس كلياتها قاعدة حتى لو قاعدة ببيوتها قاعدين بميكوب كامل بواعي كاملة لا أنت قدرتي أنك تدخل البيوت كلها لأنه كان فيها طبيعية أنتو أسرة وفرحوا ليس أولادك ما شاء الله مشهورين كمان فتقعدوا بتلعبوا وبتعيشوا حياتكم بشكل طبيعي اللي هو زي أي بيت أردني فبهنيكي عن جد على هاي القناة شكرا نحكي بس شوي سيمة عن بداية القناة يعني كيف بلشت فكرتك لموضوع قناة ماما سيمة ومن وين طلعت هاي الأفكار كلها ماما سيمة طلعت من سؤال دايما كان يسألوني كيف بتلحقه ولأني أنا أم عاملة فكيف بتلاحقي ايش اشي بتعمليها خبرينك ايش اللي بتعملي مع ولادك بشوفوني لأني أنا لما اروح الشغل باجيب معي ولادي فبيجوا معاي بيعدوا جنبي بيعدوا هاد فكان دايما هذا السؤال بتوارد إنه كيف عملت هيك كيف عملت هيك كيف خلتيهم يصيروا هيك كيف زرعتي فيهم هاي فقلت ليه ما أفتح قناة أشارك فيها تجربتي كأم كانت فكرة بسيطة لأيلي شخصية يعني ها أول مرة أطلع بزنس لأيلي لحال يعني مش شخصي بس ما في أي شي منه بس جعبالي أشارك الناس تجربتي الخاصة مع ولادي ففتحتها بواحد 11 سنة الماضية صار لها سنة بسنة صار عنا فوق الـ 14 مليون مشاهدة و135 تقريبا 140 ألف مشترك على القناة اليوتيوب فهذا شوي شوي ورجاني أدي الناس حاب الموضوع وصرت خلاني أكمل أكتر وأكتر وحبيت لأني أنا كمان جعبالي أعمل أشياء مع أولادي فهذا كأنه مشروع بخليني ألتزم أعمل أشياء مع أولادي كمان أنا بشوفكم يعني بالفيديوز بتلعبوا سوى منخبص سوى أكتر منخبصوا سوى وكتير عجبني موضوع السلايم وأنا قلتلك كيمكن البارح كان نفسي أني بعد ما شفت الفيديو أقوم أنا أعمل تجربة السلايم سهل سهل بعملك يا أنا الخاص فيي واللي حبيته أنه كمان عم بتسهلي نوعا ما على الأمهات ببعض النصائح اللي بتعطيهم إياها يعني مثلا إذا فيه تسريحات شعر سريعة ممكن أنهم يعملوها للمدرسة أو يعملوها هم كأمهات كيف ممكن أنهم يصحوا أطفالهم الصبح روتين الصباحي روتين المسائي كيف يحضروا أغراضهم قبل بيوم يمكن حتى يقدروا أنهم يوفقوا الوقت اللي أنت عم بتقولي عم بتحاول قدر الإمكان أنك تلاقيه بشكل أكبر يعني تفاصيل حلوة كتير بس يعني هلأ أهو تصوير مبين تصوير موبايل صح؟ مئر مئة أنا تصوير طبيعي بس فيه برودكشن حلوة يعني عم بتقومي فيها كيف عم تعمل هذه الأشياء نعرف هكه وليس عمل ماما سي هلأ أنا بلش أنا أعمل الفيديو لحالي أو إشي أنا أصويرهم دائما لحالي على موبايلي زي ما حكيتي بس موبايلي وبس تعمل ضو الشمس طبيعي فبحاول دائما بنهار أصوير إيش ما أنا بدي أصوير أو الصبح أبل المدرس أبل الشغل إذا أبل ما هذا بنصوير معهم إشياء فهاي كانت لإلي إشي أسهل مقدام أجيب طاقم لعمل كامل أنه يعمل هذا الإشي وزي ما حكيتي يبين منش طبيعي فأخدت قدرتي شوي شوي صرت أعلم حالي لحالي وصرت أعمل أدتينج بعدين مع موافقت مع عدم أنه يعني عندي شغل كمان فول تايم فقلت لا خليني كمان حدا تاني يجي فصرت أدتينج أو أعطيه لحدة تاني يعمل ويساعدني فيها هيك صرت أقدر أمتج فيديوهين بالأسبوع بدل فيديو واحد فمن هنا هاي هي الوراء الكواليس يعني كتير لطيفة بس بعطيهم لحدة وحدة هذا كتير سيما إذا بدنا نيكي شوي عن أطفالك يعني اللي بيشوف الفيديو وبيشوف قديش ممكن عم تلعبوا بطريقة طبيعية يمكن الأشياء اللي بتتوسخ من الإسلايم ومن التجارب العلمية اللي بتسووها وبتشاركوها للناس كيف بتقدري خلا نقول كأم مش كخبيرة عم نحكي تقدري تعلمي أطفالك كتير من الأمور اللي عم بتحاول تشاركيها كمان للناس أنا زي ما حكيتي هاي تجربة شخصية تجربة الشخصية أنا إيش بزبط معي بعمل من الإشاء الأساسية اللي بحاول أزرعها في أولادي إنه عادي إنكم توسخوا عادي إنكم تعملوا إيش ما بدكم ترسووا على الحيطان حتى إذا شفتي مرات عنا كمان فيديوهات كيف تيمي الرسم بعد ما هات بس المبدأ إنه مش لهاي الدرجة الحرية يعني بعد ما يرسموا على الحيطان أوكي رسمتوا مين رح ينظف يلا نظف فبيعرفوا إنه لكل فعل فيه ردة فعل فبيعرفوا مرة تانية بدهم يرسموا لازم يشوفوا في تعب بعضه في تعب أو بكونوا مخصصترهم بساحتهم الخاصة اللي يعملوا فيها أشياءهم يعني بكون في حيطة معينة يرسموا عليها بدل هذا ممكن حاطين عليها وراء مرات إنه هنا بتقدروا ترسموا إذا جبت لهم طاولة هاي طاولتكم أنتوا بتعرف فيها إيش ما بدكم أنا ما إلي خاص بس مثلا طاولتي ما بتمسكوها فلازم شوي شوي بدها طاولة بال كتير ما بقولك قليلة بس بتعلموا تعلموا يسألوا بعض وتعلموا خاصية إنه كل واحد إله أغراضه هو حر بده يعمل فيهم إيش ما بده ما رح ينجاب له إشي تاني يعني هاي المسؤولية اللي رح يتحملوها بتصيري تعوديهم إنه هاي المسؤولية أنا هذا الإشي بدي أخربه بدي أعرف إنه ما رح يجيني إشي تاني بدي أستكشف فيه بدي أعرف إنه هذا إشي ما رح يرجع زي مكان فهاي هي إشي أساسي كنت أنا طب كيف شفتي يعني حبيت صراحة كيف شفتي حبايب ماما سيما أو المتابعين اللي إليك على قناة ماما سيما الفيدباك أو التغذية الراجعة من خلالهم هل في ناس تأثرت هل في ناس تغيرت هل في ناس عم بتعمل التجارب اللي بتعمليها هلأ أنا فتحتها توقعت إنه رح أحكي مع أمهات أكثر بس الصدمة كانت إنه الأطفال هم اللي بتابعوني وحبيت كتير إنه أنا بقدر أأثر على الأطفال بهذه الطريقة فصرت دائما أحاول أخلي في رسالات معينة بكل فيديو زي مثلا إعادة التدوير الإشي اللي أنا كمان بعمله لأنه إذا هذا الجيل تعود على إعادة التدوير نقدر نربي إنه لازم إيش هي إيش الفائدة تبعتها فإذا شافوا حدا عم بعمل هيك وليش بعمل هيك وإيش التأثير تبعه ممكن يطبقوك أطفال تستغربي إنه الأطفال هلأ غير عن قبل هلأ قبل كان ممكن الأمهات هم بحاولوا يوجهوا أكتر أولادهم هلأ بنتي أنا بتقول لي ماما خلينا نشوف على اليوتيوب كيف هذا الأشي بنعمل وهي عمرها خمسة سنين فشوي شوي اكتشفت إنه حتى لأنه متابعيني عمرها عشر سنين وخمسة عشر سنة ليلة لأنهم هم بيعملوا هذا الإشي الروتين الصباحي هم بدهم يلاقوا طريقة سهلة الصبح يفيقوا فيها ريئين يروحوا على المدرسة من أبسط الإشياء بس إنهم يروحوا ريئين صح فهذا الإشي خلاني أشجعني أغير المحتوى شوي يصير أكتر للأطفال أو رسائل أكتر للأطفال إنه تجارب علمية بطريقة ممتعة وممكن يتعلموا إيش فيها يقدروا إنهم يفهموها مش بطريقة التلقين لا يقدروا يفهموها وهم متسليين ومستمتعين وعم بيشوفوها بعيونهم طب سيما لما عم نحكي يمكن الله يخلي لك فرح وليس وعائلتك الحلوة قبل ما تكوني أم أكيد كل واحد فينا ما بيعرف قديش تجربة الأمومة صعبة اليوم عم نحكي معك كأم وأيضا ك يمكن مؤثرة بقناة ماما سيما قدي تحديات الأم من أرض على أرض الواقع أوف شو بدك يعني كيف بتقدري يعني أنك تكوني مع الأمهات وتحاولي تذلي ليمكان جزء من هاي التحديات لأنه نشوفك دائما نفرفشة ودائما فعلا تصوى لا لا مش هيك كل الوقت مثل الأطفال اللي موجودين بيكونوا معاك يعني لا هو أنا الإش الأساسي اللي عندي أني بحاول أكون صريحة مع نفسي يعني زي ما حكيتي تأثير مواقع الاجتماعي صارت أنه تحسي أنه في حياة كيف هاي الحياة ممكن نعيشها فبصف الواحد مكتئب وأنا إذت فترة وادة اللي بيصير صح كتئبت أنه كيف يعني هذول اللي بيقدروا هيك وأنا ما عم بقدر كيف يعني أعمل هيك وأنا ما عم بقدر بعدين رجعت للواقع أنه لا فيه إشي أنت بتقدري فيه إشي أنت ما بتقدري عنهم فيه إشياء تيجي لإلك طبيعية فيه إشياء تيجي لغيرك طبيعية فكل واحد حسب قدراته فلما تتعلمي تشوفي حالك إنتي إيش بتقدري عليه وإيش ما بتقدري عليه وصرت أوزع الطاقة طبعتي 100% صح أنا بقدر أعمل واحدين أنا أحسن كأم لما أشتغل فيه غيري أحسن كأم لما ما يشتغلوا بقدروا يركزوا على أولادهم أكتر أنا بكون مبسوطة أكتر أني أعطيهم أربع ساعات من يومي بكون مية بمية من تبهى عليهم من أني أعطيهم 12 ساعة بس هم من هيك جنبي فصرت أكون صريحة مع حالي وأحاول أحكي طب ليش أنا لازم أعمل هيك عشان المجتمع بقول لي هيك يعني أنا لما أول ما أخذت بنتي معاي على الشغل وعلى الميتينج وعلى الاجتماعات كنت دائما أخذها معي وهي عمرها ثلاثة شهر كانت صدمة وبتستغربي أنه كانت صدمة للأمهات أكتر من الأبهات لما أروح على الاجتماع ما كان أحسن أقبل من الأمهات بس كنت كتير أحسن أقبل من الرجال أكتر فشوي شوي صرت أحكي طب ليه يعني طب ليه لازم مثلا أحطها بحضانة يعني عادل واحد يحط بحضانة بس أنه أنا ما بدي وأنا بأقدر شغلي بسمح لي أني أنا أقدر أجيبها شغلي لنفسي كان فليش ما أقدر أجيبها عندي بالشغل ليه لازم أنه أعمل إشياء المعتقدات الناس اللي لازم دائما تعملها فصرت أعمل شوي شوي إشياء أنه أنا مرتاحة فيها وهذا اللي بناسبني كهاي الأم صح وشوي شوي ضبط هذا الموضوع يعني هذا الحلو بالموضوع أنه كل شخص فينا هو إله تجربته الخاصة يعني ضمن إمكانياته بيقدر أنه يحدد حياته أنت كماما سيمة عم بتحاول ضمن إمكانياتك هذه التجربة عم بتفيدك وممكن كثير أنك تكون ملهمة لكثير من الأمهات وكثير من الأطفال لأنه ممكن يطبقوا تجربتك هلأ ناسبتهم ممكن تناسبهم وممكن ما تناسبهم وخلال محاولة يمكن تطبيقها يلاقوا طرق جديدة تناسبهم بشكل أكبر طب سيمة إنتي وين بدك توصل يعني هلأ إحنا عم نقول ممكن كمتوسط كل أسبوع عم تعملي فيديوهين فيديو لفيديوهين بأفكار نوعا ما جديدة لا تحطيها على قناتك كيف ممكن أنك تطلع بأفكار جديدة كيف تتولد عندك الفكرة اسمعي الأفكار من أصعب الأشياء الناس بفكروا أنها كثير عادة تطلع الفكرة ومعملها يعني في عندي فيديو يوم الأربعة جاي واللي هو خضاء عن الأكل كثير باعد أعمل دراسة للموضوع بصير أشوف كل مواقع بصير أشوف كثير فيديوز أجنبية وعربية وبحاول أخذ الزبدة اللي أنا بتناسبني وبصير أطبئ لأنه يعني كل فيديو ممكن تحكي بده ثلاثة أسابيع تحضير من ناحية خلصا إذا خدع أو لازم أجربهم خلصا إذا فيه تجارب علمية زي سلايم وهيك بععد مع أولادي منجرب هاي التجربة منشوف إيش نجح وإيش ما نجح بعدين منرجع منعملها مرة ثانية فالتحضير أساسي لأنه كمان ما بقدر أنا أعمل إشي وأكذب فيه مية بالمية كثير فيه ناس بتعمل هذا الحكي مزدقية عليكم مزدقية فأنا ما بدي أنا مو عملت عشان بس أعمل لأجل أعمل هذا الفيديو أنا بعمله عشان زبط أو ما زبط يعني أساسي عندي أنه أورجيهم إنه هذا الإشي الزبط ولو ما زبط بعمل الفيديو بحكي لهم هذا ما زبط طبعا يعني بدي أشكرك شكرا سيما غيث النجار طبعا صاحبة قناة ماما سيما أنا شاهدت فيك يعني جد مبارح يمكن لسه شفت الفيديو بس بقول لكل المشاهدين هذا الحكي حقيقي تابعوا قناة ماما سيما وراح تشوفوا قديش سيما طبيعية أكيد مع أطفالها وهذا اللي إحنا محتاجين ومحتاجين إنه نكون طبيعيين ببيوتنا زي أي بيت أردني ونقدر إنه نستفيد أكيد من هاي القناة شكرا كتير لإلك شكرا لكم سيما على هاي القناة وخليك هيك طبيعية زي ما أنت لأنك بتجنني شكرا